وانا في اعدادي كنت عند جدتي وقعد عمالة بشتكلها وكلمها على واحدة معايا في الفصل دايما في فرق ما بين درجاتي ودرجاتها حاجة بسيطة فشهرة اطلع هي الاولى وشهرة اطلع انا الاولى وهكذا بالتبادل بس طبعا يعني الاغلب بصراحة كانت هي اللي اشتر مني وانا يعني زعلانة وبقول لها انا بكرهها انا لو البنت دي اختفت في يوم الايام انا حبقى سعيدة فقالتلي تكرهيها ليه هي شطرتها واخدة من شطرتك حاجة تلع يعني ايه قالتلي يعني هي لما بتذاكر ده بيأثر عليك هي لما تبقى في بيتها بتذاكر ده بيأثر عليك وانتي في بيتك بتذاكري فهي بتاخد درجات وانتي لأ قلتلها لأ هي في بيتها وانا في بيتي قالتلي لما بتدخل الامتحان وهي قاعدة على دكتها بتحلي الامتحان وانتي قاعدة على دكتك بتحلي الامتحان لما هي بتحلي صح انتي بتحلي غلط قلتلها لأ ايه دخل ده بدا قالتلي بقى تحقدي عليها ليه تزعلي منها ليه قالتلي حبيبتي الحقد نار بس بتحرق مين بقى بتحرق قلبك انتي مش قلبها هي قلتلها طب يعني اعمل ايه قالتلي ولا حاجة شليها من دماغك ما تحقديش عليها فالدرس اللي انا تعلمت وانا صغيرة منها ان فعلا الحقد نار تحرق قلب الحاقد احنا لما نفكر كده لو واحد اغنى مني هل غناه ده انتقص من رزقي حاجة هل ربنا عشان يديله الرزق ده ربنا عشان يديله الرزق ده اخد من رزقي وداله لا رزقي حاجة ورزقه هو حاجة تانية سيه مثلا اتقدمت الوظيفة واللي اخدها اخدها عشان معا واسطة بزمتك كده لو انت كنت تقدر تجيب واسطة ما كنتش هتجيبها عشان بردو تاخد وظيفة متقدم لها خمسمائة الف واحد غيرك ما كنتش عايز تاخد الفرصة دي لنفسك اكيد كنت عايز تاخد الفرصة دي لنفسك بتحقد عليه ليه اصل ده ابوه دكتور ومش عارف ايه وبتاع طب انت لو كان ابوك دكتور ما كنتش هتستغل لنفوزه عشان تحصل على اللي انت هتحصل عليه لكن انت هتستغل لنفوزه طب نعمل ايه نسيب الدنيا كده اللي ملوش ظهري يضرب لا مش ده اللي انا بقوله اللي انا بقوله ان احنا ما نحقدش من جوانا على حد ما نحقدش الستات ما تحقدش على واحدة عشان جوزها احسن من جوزك تحقذي عليها ليه يعني يعني انتي تقدملك واحد وقبلتيه وطلع هو ده اختيارك ولا اختيار اهلك ليك هي زنبها ايه ان انتي جوزك طلع وحش او رزق اقل من جوزها او شغل اوحش من شغل جوزك او فرصها معاه غير فرصك مع جوزك واحدة حلوة تحقذي عليها ليه واحدة في الشغل انتو الاثنين موظفين هي ترقت وهي لأ وانتي لأ تحقذي برضو عليها ليه اكيد فيها حاجة مش موجودة فيك وما تقوليش لا تفتهم انتي ما تعرفيش الادارة العليا شافت فيها ايه عشان تخليها هي مدير عليك وقيسوا على ده بقى كل حاجة قيسوا على ده في الرزق في الدرجات في السكن في الولاد يعني من ضمن الحاجات مثلا واحدة بتقعد على واحدة عشان ولادها كويسين نعم هي لما هي ربت ولاد ولادها انت ما كانش عندك نفس الفرصة انك تربي ولادك كان عندك هي ولادها طلعوا كويسين انت ولادك ما طلعوش كويسين ده زنبها هي دي غلطتها هي لا دي غلطتك انتي بدل بقى من واحد يقعد يهري وينكت في نفسه ويعمل النار الاعدام ما لتحرائك انتي او الانيل انها تدفعك انك تقذي هذه الانسانة او ان انت تقذي هذا الانسان اللي انت حاقد عليه افكر هي فيها ايه خلاها تربي ولادها احسن هي فيها ايه خلاها تشتغل وتترقى هو جوزها ايه اللي بيميزه عن جوزي وانا اقدر ازاي ساند جوزي انه يبقى كويس او انه يبقى طموح او انه يشتغل اكتر او انه يكسب اكتر ايه اللي انا ممكن اعمله ايه اللي انا ممكن اقوله من غير ما نقارن من غير ولو قارننا يتكون مقارنة بهدف التعلم ان انا اتعلم ايه الاحسن لي عشان اعمله ازاي ممكن اقلد هذه الانسانة انا وانا صغيرة كان فيه واحدة قريبتنا وانا معجبة بيها جدا 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 فطمت دي كانت مهندسة وكانت عندها اولاد وكانت بتشتغل مع جوزها في نفس الشركة وبعد كده هو فتح شركة خاصة وهي بقت بتشتغل معي بعدين ايه وانا كنت بشوف الست دي مختلفة ازاي عن الستات اللي حوالي هي قريبتي وهما برضو قريبي لكن فيه اختلاف بتتكلم ازاي شفت المكتبة بتاعتها ايه نوعية الكتب اللي هي بتقراها شفت بيتها ازاي هي منظمة بيتها شفت ازاي بتدير حياتها وكنت بتكلم معيها وكنت بسألها وكنت بعرف منها في كل حاجة بقى في الحياة لغاية يعني وقت قصير كل ما بنزل اجازة مصر لازم اقابلها ولازم اسلم عليها ولازم احكي لها واحس انها فرحانة قوي بي الست دي فيه ناس كتير قوي حقدة عليها طب انتو حقدين عليها ليه جماعة عشان هي احسن منهم عشان بتتكلم بطريقة مختلفة عشان بيتها شكله مختلف عشان علاقتها بجوزها مختلف عن علاقتهم بجوازاتهم عشان اولادها مختلفين طيب ايه السبب الاختلافات دي خدتها منكم زودت الفلوس اللي عندها بانها خدت فلوسكم لا اشتغلت حققت ذاتها عملت الكلام ده انتي مينتيش قادرة فكاري ازي ممكن اقدر ومش لازم انجح نفس النجاح اللي هي نجحته انا والدتي مثلا ما اشتغلتش سنين طويلة زي ما انا اشتغلت هل ده معنى ان انا انجح من والدتي لا مطلقا مطلقا بالعكس ماما نجحة وست نجحة جدا ياكفي الناس تحملت بابا وربت اولاد كويسين وخدومة وبتراعي الناس وياكفي ان هي ما بتحبش النميمة وملهاش في اعداد الستات انا دايما نسميها اعداد الحرام لك اللي كل اللي قاعدين دول جواري بيتنفسوا على حب السلطان وبيحيكوا المؤامرات ويتكلموا على دي ويتكلموا على دي يا ماما ما كانش ليها الكلام ده نجحها نجح بشكل وبصورة مختلفة عن نجاحي وطانت دي كمان اللي انا بقول لكم اللي انا معجبة بيها هل حياتها 100% زي حياتي لا هي نجحة برضو نجح بشكل مختلف نرجع تاني لنصيح الجدتي النار اللي بتبقى في قلب الحاقد بتأذيه هو وممكن تدفعه لأذية الناس فليه تحرق نفسك ليه تجيب كده يعني تخيلوا الصورة ان كل ما بتحقد على حد انت بتجيب جمرة من النار وتخطاه جوه قلبك وقلبك بيتحرق من جوه بتحقد على زميلك عشان بيعمل مبيعات اكتر من مبيعاتك فكر هو بيعمل ايه ما تروحش تسرق الزباين بتوعه ما تروحش تلفه من وراه انا عارفة ما انا اشتغلت في الكلام ده وعارفة فكر هو بيعمل ايه بيبني علاقاته ازاي بدل ما تعد تحقد عليه وتهري وتنكت في نفسك وتتحول لانسان وحش انسان سيء انسان شرير بيأذي الاخرين ويسرق مجهودهم وتعبهم النار النار الحقد تحرقك انت لان هو برضو هيفضل ينجح وبردو هيثبت نفسه ولو انت ازيته الفترة مش هتفضل تأذيه على طول كل واحد فينا يفكر كده جوه نفسه مش لازم تكتب مش لازم تتعلق مش لازم تعترف حتى بدل حد اما حاجة اعترف بينك وبين نفسك مين اللي انا حقد عليه اعترفي بينك وبين نفسك مين اللي انت حقد عليه وطفي النار اللي في قلبك وطفي النار اللي في قلبك علمتني جدتي ان الحقد نار تحرق قلب الحقد ترجمة نانسي قنقر